اتغلت على المحور ده في مساعدة كتير من الدول الشقيقة والدول الصديقة ومنها طبعا عدد من الدول الأفريقية والدول العربية اللي هي محتاجة لده طبعا طبعا فانعايز اربط ما بين زيارة السيدة الرئيس بقى النهاردة لبروكسل لبلجيكا القمة الأفريقية الأوروبية وطبعا احنا بنتكلم حتى 2030 برؤة مشتركة قارتان برؤة مشتركة حتى 2030 ازاي ممكن تتتصق الجهود عشان يكون عندي نتاج يخدم على شعوب القارتين خلينا نربط برضو اللي حصل النهاردة زيارة السيدة الرئيس لحضور هذه القمة الأفريقية الأوروبية بالمؤتمر بتاع انبارح المؤتمر بتاع انبارح الرئيس تحدث في جزء كبير جدا عن أفريقيا وسأل سؤال مهم جدا هل أفريقيا على سبيل المثال المظروفة الحالية والاضطرابات اللي فيها قادرة انها تكون فيها استقرار يمهد لي انتاج طاقة نظيفة طاقة نظيفة بمعنى انك انت العنب كله يفترض سيقبر على الانتاج طاقة نظيفة عشان تقلل الانبعاثات فبالتالي تحارف ظاهرة التغارب المناخي طيب أفريقيا عشان تعمل ده محتاجة استقرار سياسي استقرار اقتصادي موارد ضخمة جدا هل هي الموارد ده متوفرة للأسف الشديد مش متوفرة أو معظم لأن التعاهدات الدولية يبدأ متعمل النهاردة لما هنبص على حجم التبادل التجاري ما بين الاتحاد الأوروبي وأفريقي طبقا لي البيانات الأساسية سنة 2020 كان حجم التبادل 225 مليار دولار احنا بنصدر هو الميزان مختل بطبيعة الحال ما هو لك على حاجة مفرقة شوية تبدو للوهلة الأولى شكلية جيد جدا أفريقيا تصدر الأوروبا بـ 114 مليار دولار وتستورد بـ 140 يبدو هذا الميزان وكأنه متكافئ وكأنه شيء جيد لكنه مش كده خالص 114 مليار موات خيم احنا بنصدر موات خيم احنا كأفريقيا يعني خصوصا دول الوسط وأفريقيا بنصدر موات خيم هم بيأخدوها يصنعوها ويعيد تصديرها إليك أوروبا بـ 140 مليار وشوفها أمريكا بيصدر لك بكم والميزان الأكبر اختلالا بين الصين وأفريقيا لأن الصين هي الأكثر جالبا للمواد الخيم وتواغولا في القارب والأكثر طبعا هي يعني هي الدولة الأكثر نفوذا في أفريقيا تساوي الدول الاستعمارية مع فارق إنه ده بطريقة زكية وبطريقة لطيفة بدون استعمار عسكري لأخصد الإساءة للصين لك إنه بتكلم على حجم النفوذ الصيني في أفريقيا دلوقت أو بيتحرك فيما يتوافق مع مصلحته واقتصاده بطبيعة لا يعيبه ترجمة نانسي قنق PLA